اعرب عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح عزام الأحمد عن أسفه لفشل مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأكد أن هذه المشاورات توقفت الأسبوع الماضي وحمل المسؤولية في ذلك لحركة حماس وصفا موقف حماس من تشكيل الحكومة بأنه موقف خاطئ وحول تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس صائب عريقات القيام بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال الأحمد إن قرار التعيين إداري لتسير الأمور وليس سياسيا فذلك عاقب قرار اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي إعفاء ياسر عبدرب من أمانة سر المنظمة قرار دون بلاش نضخمه ونعطيه أبعاد أكثر من أبعاده بعد أن ما تم إعفاء الأخ ياسر عبدربرب من هذه المهمة لابد من وجود أمين سر بديل لذلك جرى تكليف الأخصائب هذه المهمة فقط حتى تبقى ألية العمل تسير بشكل طبيعي أمانة سر قضية إدارية بحدي ولا يوجد لها أي أفق سياسي كنا نتأمل أن يتجاوب الجميع مع قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحل إشكالية حكومة الوفاق الوطني التي قامت حماس بتعطيلها تماماً ماء بالماء في غزة إنهاء الانقسام أهم من المصالحة إنهاء الانقسام شيء والمصالحة شيء آخر بعد إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات تفتح الأبواب أمام مصالحات سياسية ليتعلم تتعلم الكوات السياسية كيف تختلف وكيف تتفق وكيف تتشارك